ماذا بعد رص الصفوف واستفاف الخصوم المدججين بالسلاح سوى المعركة؟ لا ليس كذلك الآن على الأقل نبرة هادئة وحديث جرت فيه لغة التراجع أو ما فهمت كذلك فبعد أن كانت إيران تهدد وتتوعد يخرج وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ليقول إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المتعدد الأطراف رغم انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي واصفا تصعيد واشنطن للعقوبات بغير المقبول يكمل ظريف تفنيد ما هدد به زملائه في طهران بالتأكيد أن بلاده تسعى للحرب وهي في أقصى درجات ضبط النفس ثم تتدرج إيران بالتراجع فيكون الأمر ذاته على لسان مريديها في العراق أولئك الغاضبين من صوت العقوبات أكثر من النظام الإيراني نفسه فتتحدث حكومة عبد المهدي عن وساطة تقوم بها بين واشنطن وطهران صحيفة العربي الجديد نقلت عن مسؤول حكومي قوله أن وساطة بدأها وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لإيقاف التصعيد الأمريكي الإيراني لخطورته المباشرة على أمن البلاد مؤكدا أن إيران رحبت بتوسط العراق مع الولايات المتحدة معتبرا في الوقت نفسه أن زيارة مايك بومبيو المفاجئة إلى بغداد فتحت باب الوساطة كونها أدخلت البلاد في الأزمة الحالية بشكل أو بآخر وبصرف النظر عن مكانة الحكومة في بغداد وهل هي مؤهلة لأن تكون وسيطا لحل نزاعات العراق إضافة إلى نزاعات الخارج فإن حماسات الأمريكيين لا تبدو بالقدر الكافي لتنفيذ عمل عسكري على الرغم من استمرار فريق الحرب في واشنطن بدق طبول المواجهة العسكرية غير أن بحثا بسيطا ببعض ردود الفعل داخل الكونغرس والمحادير الجمع لفكرة الحرب يراها كثيرون عوامل قد تساعد برفع الأصابع من على الزناد وقد يخلص الأمر إلى وساطة دولية تقودها موسكو لمح إليها وزير خارجيتها سيرجي لافاروف بعد لقائه في سوتشي نظيره الأمريكي مايك بومبيو عندما قال أن بلاده ستحاول عن طريقة دبلماسية تسهيل ما يمكن أن يؤدي إلى تحاشي السيناريو العسكري تسهيل ما يمكن أن تحاشي السيناريو العسكري